بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمسية سعيدة إخواني أخواتي إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة كما حطيت لكم في صباح اليوم على اجتماع مجلس الوزراء وكما وعتكم قلت لكم كيف يخرج البيان إن شاء الله راني نحط لكم على القناة فجيت اليوم نفي بوعدي ونحن وصل لكم البيان وأهم القرارات المهمة اللي تخذتها الحكومة في هذا الاجتماع يلا نذهب مع بعض للبيان مباشرة من طول شهر لكم ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القاعد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 اجتماعا لمجلس الوزراء خصصة للدراسة والمسادقة على مشاريع وقوانين تتعلق بقطاعي العدل والبحث العلمي وكذا عرض يخص تطوير الإنتاج الفلاحي بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد الرئيس الجمهورية استمع المجلس إلى عرض قدمه سيد الوزير الأول وزير المالية حول النشاط الحكومي في الأسابيع الأخيرة أسدى سيد الرئيس توجيهات والتعليمات الآتية أولا حول مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله ثمن سيد الرئيس تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ضمن مشروع القانون العضوي الذي اعتبره من أرقى الخطوات لتكريس استقلالية القضاء شدد على مراعاة دور هذه الهيئة في تكريس استقلالية القضاء ثانيا حول إنشاء شكل جديد من الشركات المسمات شركة المساهمة البسيطة التأكيد على أن خلق شكل جديد من الشركات في قطاع المؤسسات الناشئة يهدف إلى تشجيع الشباب على الاستثمار وتقديم مزيد من الحوافز لهذه الفئة تعبئة الموارد المالية للاستثمار في هذه الشركات ضمن ديناميكية اقتصادية تتطور بعيدا عن المنطق الإداري البحث غير المحفز الدفع بالرؤية الإيجابية لتطبيق سياسة اقتصادية ناجعة وتحرير المبادرات من عوائق وثقة الإجراءات ضرورة تحرير المبادرات بشكل كامل وإفساح المجال أمام أصحاب المشاريع لدخول عالم الاقتصاد دون حواجز أو قيود تحجم روح الاستثمار والإبداع كمحرك أساسي للتنمية تشكيل فريق عمل لمراجعة القانون التجاري من أجل تكييفه مع متطلبات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وضمان مواكبته لمستجدات النشاط التجاري ثالثا حول القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي تنظيم أنجح للجامعة عبر تحديد قواعد نظامية داخلية تتوافق مع مختلف التخصصات الجامعية الأخذ بعين الاحتبار استقلالية الجامعة ضمن القواعد العامة للتعليم العالي التشديد على ضرورة إبعاد الجامعة عن كل الإديولوجيات كونها فضاء للعلم والابتكار والتطور ضرورة أن يكون كل تغيير في أنظمة سير الجامعات مع بداية الموسم الجامعي وليس خلاله حفاظا على السير الحسن للدراسة الجامعية رابعا حول تطوير الإنتاج الفلاحي والتقليص من التبعية الغذائية وضع تصور عمليات وفقة الخصوصية الفلاحية الجزائرية مبنية للواقع الفلاحي بدل النظريات الأكاديمية إعادة مراجعة هيكل وتنظيم الإدارة الفلاحية مركزيا وجهوي وحمحليا وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات تعزيز هيكل إنتاج الحليب للتحكم أكثر في إنتاجه وتوزيعه خاصة في المدن الكبرى تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وفق رؤية جديدة لا سيما في ولاية الجنوب حيث توفر المياه وشساعة الأراضي الخسبة غير المستقلة إعادة النظر في تجارب ودور المزارع النموذجية لتحقيق القيمة المضافة في القطاع مركزيا وجهوي ومحليا استحداث جهاز إحصائي يعتمد على التقنيات الحديثة والكفاءات الجزائرية يمكن من الحصول على معطيات عملية دقيقة لاستغلالها استشرافيا هذا وسادق مجلس الوزراء قبل رفع الجلسة على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة هذا هو إخواني أخواني أخواتي البيان الكامل والقرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة ورئيس الجمهورية في هذا الاجتماع بالتوفيق لشعبنا الجزائري بالتوفيق لبلادنا إن شاء الله ياربين تمنوا لبلادنا غالي ازدهار والتفوق في كل الميادين إن شاء الله ولا تحزنوا ولا تيأسوا إخواني أخواتي الحدود مش راح يهدر عليها هو في هذا الاجتماع أكيد الوزراء كاملين كما راكم تشوفوا راهم هنا من وزارة الصحة ووزير الوزير الأول وزير النقل كامل راهم هنا والقرارات تجي بعد أيام إن شاء الله ترقبوا قرارات إن شاء الله في الميدان بحول الله نقول لكم أخواتي أخواتي رحوا الآن ترقبوا الطائرة اللي راهي جايب الأبطال من قطر إن شاء الله راهي توصل على الثمانية رحوا نشوفوا المباشر تحمل وبالتوفيق للجميع إن شاء الله ليلتكم سعيدة ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم